مساء الخير مشاهدينا في كل أرجاء الوطن العربي نحن معكم في حلقة خاصة سنتحدث من خلالها مشاهدينا عن اليوم العالمي للسلام في الوقت الذي لا يشهد العالم فيه أي ملامح للسلام هذا الواقع الذي نشاهده عبر الشاشات وما يحدث من حالة من الفوضى في العالم يثبت بأن السلام في حالة من الغيبوبة وفي غرفة الإنعاش هذا الواقع الذي يقول بأن القانون الدولي والإنساني لا يمت للواقع بأي تصلة سمحونا نمسي عليكم من جديد من التلفزيون المصري ومساء الخير للزميلة العزيزة شاف نساء النور يا لنا وأهلا وسهلا بك مرة تانية في تلفزيوننا من وراء وكان نفسي وإحنا بنتحدث اليوم عن حلقة خاصة للسلام أن يكون فيه أي بوادر للسلام كاملة أو يكون فيه أي ملامح للسلام نحن نتحدث عن اليوم العالمي للسلام هذا اليوم الذي كان العالم فيه ربما في تاريخه القديم كان يحتفل به ولكن هل من المعقول أن نكتب يوما للسلام ولا يوجد سلام؟ لا يوجد إنسانية لا يوجد اهتمام نتابع في العالم من الأزمات والحروب الكثير نتابع مقتل الأبرياء نتابع اللاجئين من هنا وهناك ويظل يوم العالمي للسلام كل عام تلاقيه على نشرة الأخبار وعلى الدول بالذات الأوروبية وعلى منظمة الأمم المتحدة تحتفل بيوم عالمي للسلام الحقيقة نحن فيه غيبوبة كبيرة كما ذكرتين صحيح شافكي أنا لما نحكي عن اليوم العالمي للسلام هو ليس مرتبط ببقعة أرضية معينة أو بشعوب معينة والقرآن وضح الكريم في هذا الموضوع أن الشعوب والقبائل والأمم خلقها الله لتتعارف وتتآلف وليس لتتحارب ويكون هناك نزاعات على كل ما يحدث في العالم في المنطقة ما يحدث في فلسطين في غزة يثبت بأنه لا عدالة في العالم وخاصة نحن نتحدث عن قانون دولي يقف الفيتو أمام تلك القوانين الدولية والإنسانية محتردة كلما كانت هناك أزمة كبيرة الحقيقة يعني تجد الدولة الضعيفة اللي بتم عليها الغبن والمشاكل هي أول دولة يقف أمامها الفيتو وكأن الفيتو جاهز أمام الضعفاء وأمام الأبرياء في هذا العالم نظل نحلم بأن تعود الإنسانية إلى العالم ونظل نحلم بأن يأتي اليوم العالمي للسلام ونحن نحتفل بالسلام نظل وفي هذا الموضوع مشاهدينا سنتهب إلى العراق الشقيق التي نتمنى دائما لها الخير والسلام زميل أحمد شكري من العراق نبحث عن السلام العالمي في يوم السلام رغم الظروف السيئة التي تعيشها بلداننا العربية وخاصة فلسطين الحبيبة ما تقدم من تضحيات كبيرة من أجل الأرض ومن أجل نصرة الإنسان الفلسطيني وحقيقة دائما الإنسان هو الباحث عن السلام أينما وجد الأديان السماوية بكل مسمياتها بكل تشريعاتها تبحث عن السلام عن الأطمئنان الداخلي للإنسان حقيقة ما نشاهده اليوم من المشهد المربك حقيقة في بعض البلدان العربية هو شيء سيء وناقوس خطر بالنسبة للإنسان بعدم الارتياح بعدم الشعور بوجود السلام الداخلي الذي يحتاجه الفرد العربي أينما تواجد لكن من خلال حلقتنا لهذا اليوم أكيد رح نتحدث بكثير من التفصيلات المهمة لبلداننا العربية أن كان على صعيد العراق فلسطين مصر الأردن وباقي بلداننا العربية ونبحث عن السلام الداخلي والأطمئنات اسمحوا لينا أن نذكر زميلنا العزيز أحمد شكري من العراق ونذهب الآن إلى فلسطين إلى الزميل خميس أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي بيت للكل وكما أشار الزملاء حلقة هذا اليوم يتتعلق بموضوع مهم ومهم للغاية اليوم الدولي أو اليوم العالمي للسلام وعندما نتحدث عن أهمية هذا اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1981 نتحدث عن غياب السلام لا بل حضور المجازر وحرب الإبادة الجماعية خلال العام الماضي في فلسطين سعدنا أن نرحب معنا في الستوديو ستوديو بيت للكل بالدكتورة روز عثمان رئيس قسم العلوم السياسية ودبلماسية الرقمية وعميد شؤون الطلبة في الجامعة العربية الأمريكية دكتورة أهلا ومرحبا إلى بيت للكل هذه أول مرة أنت موجودة معنا في هذا البرنامج وموضوعنا لهذا اليوم موضوع مهم نتحدث عن احتلال فلسطين منذ أكثر من ستة وسبعين عاما وغياب السلام لا نذهب أكثر من ذلك عن الحرب المدمرة المروعة التي تحدث في عموم الأرض الفلسطينية وهذا الاستيطان هو غياب أفق السلام ماذا يمكن أن نقول في هذه المناسبة التي تتزامن أيضا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثلاثة والخمسين صباح الخير ومساء الخير لك أو للمشاهدين يعني شكرا لهذا الاستضافة الكريمة بصراحة أنت اختصرت ما أريد أن أقوله عندما تحدثت عن المجازر في يوم السلام كلمتين متناقضتين تماما فأنا أعتذر أني أسمي يوم المهزلة العالمي لأنه هذا ليس بسلام كيف نتحدث عن سلام والآلاف يقتلون في غزة كيف نتحدث عن سلام ولا ندري مصير الآلاف من المعتقلين أيضا في قطاع غزة كيف نتحدث عن سلام ومجازر إبادة جماعية في قطاع غزة كيف نتحدث عن سلام وإسرائيل تتنصل من كافة اتفاقياتها الموقعة دوليا كيف نتحدث عن سلام والآن يعلن عن شهيد طبيب في السجون الإسرائيلية كيف استشهد هذا الطبيب؟ استشهد من التعذيب الإسرائيلي ومن الوحشية الإسرائيلية ألم توقع إسرائيل اتفاقيات حقوق الإنسان مع العالم؟ أين تطبيق هذه الاتفاقيات؟ إذن عن أي سلام نتحدث؟ هذا مهزلة ولكن دكتورة أيضا الجلسات التي تنعقد الآن في الجمعية العامة التي أقرت هذا اليوم اليوم الدولي للسلام أو اليوم العالمي للسلام بدأت بالحديث وتداول القرار الذي صدر من محكمة العدل الدولية في لهاي حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية ما المطلوب من المنظمة الدولية التي لديها مئات القرارات التي تدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة وأيضا العيش بكرامة وبسلام وبأمن كما باقي شعب العالم مطلوب من المجتمع الدولي وقف ازدواجية المعايير أوقفوا ازدواجية المعايير لماذا يسارع العالم بتطبيق بوقف بوتين باعتداءه على أوكرانيا وتصطف كل دول العالم لهذا القرار بينما لا تزال إسرائيل تقتل بالآلاف يوميا لماذا لا يزال لازلنا ننتظر وننتظر وسنبقى ننتظر وسنذكر بعضنا البعض بأن المحكمة الدولية لن تصدر قرار باعتقال بوتين أو بوقف الحرب لماذا تقف الولايات المتحدة الأمريكية ضد 13 دولة تصوت في شهر 2 من العام الحالي تصوت لوقف إطلاق النار تقف الولايات المتحدة الأمريكية وتمنع هذا القرار بالفيتو لماذا؟ إذن مطلوب من المجتمع الدولي وقف ازدواجية المعايير والتعامل بإنسانية وأخلاق وقانون أكثر مع المجتمع الفلسطيني ومع الشعب الفلسطيني رسالة الفلسطينية أيضا وصلت منذ زمن طويل من الرئيس الشهيد ياسر عرفات عندما اعتلى منصة الأمم المتحدة والخطاب الشهير جئتكم نعم حامل غصن الزيتون بيده نعم وشعب الفلسطيني كله شعب هذه هي الرسالة رسالة السلام التي يريدها الشعب الفلسطيني وأن يعيش بحضية رسالة سلام مع من؟ مع مجتمع إرهابي مع عالم إرهابي هل العالم يدرك؟ سؤال أيضا في ذات الفكرة هل العالم يدرك بأننا اليوم يعني شعب يتعرض لهذه المجازر وحرب الإبادة بالتالي من ينكر حقه الشعب الفلسطيني في الوجود هي حكومة الاحتلال وعليه أن يتحرك في هذا الإطار لينقض الشعب وينقض الأرض أو ما تبقى من هذه الأرض بفضل الدبلوماسية الفلسطينية والدبلوماسية الرقمية الشعبية أيضا استطعنا أن نوصل رسالتنا للعالم واستطعنا إظهار إسرائيل على حقيقتها دولة اعتداء دولة مجازر دولة أبرتايد فإذن بالتأكيد العالم اليوم أصبح يعلم أن الشعب الفلسطيني شعب تحت الاحتلال يريد السلام شعب يريد الحرية شعب يطالب بلقمة العيش يطالب بأبسط الحقوق الإنسانية عم بنشوف ألاف الأطفال يقتلون يوبيا في قطاع غزة بطلعوا بطلبوا وأوقفوا ضرب الصواريخ على روسنا أطفال مروعين ومنهم من ماتوا جوعا أيضا طبعا ماتوا جوعا إذن العالم يعلم ويرى أن الشعب الفلسطيني يريد السلام وأن القيادة الفلسطينية أصدرتها واضحة وصريحة في كل منابرها وفي كل منابر العالم نحن مع السلام ولا نريد إلا السلام والشعب الفلسطيني شعب أعزل ويريد السلام ماذا ينتظرون؟ ينتظر العالم حتى يقوم نتنياهو بإبادة جماعية لأربعة خمسة مليون في الضفة وقطاع غزة ومن ثم يتأسف العالم علينا؟ سؤال دكتورة أيضا ما هو مصير القرارات الأممية التي تدعم الحق الفلسطيني والداعية إلى السلام يعني اليوم لدينا كما قلنا قبل قليل مئات القرارات التي ممكن نستند إلها كفلسطينيين وهي تشكل مرجعيات فيما يتعلق بقضيتنا وداعية إلى السلام طالما العالم يكيل بمكيالين وطالما الولايات المتحدة الأمريكية تقف في ظهر إسرائيل وتساند إسرائيل ولا تزال تدعمها بالملايين ولا تزال تدعمها بصفقات الأسلحة وتستخدم الفيتو لقرارات وقف إطلاق النار وغيرها لن نذهب إلى شيء إيجابي لن يكون للقرارات قرارات الشرعية الدولية منذ منذ سبعين سنة وأكثر أكثر من ستة وسبعين سنة قرارات الشرعية الدولية ماذا؟ أعطيني قرارات طبقت من قرارات الشرعية الدولية لأنها ضد إسرائيل لأنها مع الحق الفلسطيني لأنها مع الحق التاريخي في الوجود الفلسطيني والحق القانوني والحق الديني فإذن لن يتغير أي شيء طالما العالم يكيل بمكيالين وطالما الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعطي الضوء الأخضر لنتنياهو وقطعان مستوطنينه بالعبث والدمار والفساد وترويع المواطنين والإبادة الجماعية يعني لم يكتفي نتنياهو بالمستوطنات لم يكتفي بالتخريب لم يكتفي بالاعتقالات لم يكتفي بالقتل بل الآن تطورنا إلى مرحلة الإبادة الجماعية قربنا على سنة من الحرب على غزة أو العدوان الغاشم على قطاع غزة الحبيب أعطيني ماذا فعل العالم نحن الآن نطالب بس بيانات شجب واستنكار نحن بس بنقول طعمه لولاد الصغر هيكسرنا من الحرب اليوم نحن أحواج أن نسلط الضوء على هذه القضايا التي موجودة في فلسطين من انتهاك لحقوق الإنسان حتى نحشد الرأي العام الدولي دكتورة أكثر في تبني هذه الخيارات ودعم حقنا في الوجود بتأكيد نحن بحاجة لستراتيجية وطنية موحدة شاملة تشمل كافة الهيئات والمستويات بدءا من منظمة التحرير وسلطة الوطنية الفلسطينية وانتهاءا بأصغر طفل في الشارع الفلسطيني مرورا بمنظمات المجتمع الدولي والجامعات والمؤسسات والقطاع الخاص كلها لتحشد جهودها ضمن خطة وطنية موحدة لإظهار الصورة الحقيقية لدولة الاحتلال وإظهار الحق التاريخي والديني الفلسطيني في الوجود على أرضه وإظهار وحشية هذا الجيش الذي يقوم باعتداءات متكررة والذي يقتل الإنسانية والكرامة والذي يبيد إبادة جماعية في قطاع غزة والذي يمارس مسلسل الإرهاب والعنف في الضفة الغربية ويتوعد جهارا نهارا بأن العملية بدأت في الضفة الغربية يعني من يخافون لا يخافون من أحد سيخافون من الولايات المتحدة أم محكمة الجنائية الدولية أم مجلس الأمن ممن سيخافون إذا كانت الولايات المتحدة وحلفائها داعمين لهذا القتل إذا كانوا يرسلون الأسلحة التي تقتلنا إذن ممن ستخاف إسرائيل فبالتالي مطلوب منا فلسطينيا توحيد الجهود توحيد الطاقات التأكيد على حقنا في العيش بسلام التأكيد على أهمية السلام ونحن مؤمنين إيمان مطلق بالسلام ولكن السلام العادل وليس السلام على مقييس الاحتلال السلام العادل والشامل الذي يضمن حقنا في الوجود يضمن كرامتنا يضمن إنسانيتنا يضمن وجودنا يضمن العيش بسلام لأطفالنا ليذهبوا لمدارسهم ليضمن العيش بسلام لأبدائنا لا أحد فينا بأمان لا أحد فينا بسلام حتى وإن كنا في الضفة الغربية ليس كما حال في قطع غزة ولكن المسلسل الممنهج الذي تمارس إسرائيل سيفضي بنا لا سمح الله إلى ما يحدث في قطاع غزة والآن بعد مرور أو ما يقارب أقل من شهر سيصبح الذكرى الأولى للحرب هذه الذكرى الأليمة على قلوبنا أعنى الله أهلنا في قطاع غزة ماذا فعل العالم؟ ماذا فعل المجتمع الدولي؟ شكرا جزيلا لك دكتورة روز عثمان رئيس قسم العلوم السياسية والدول المسيا الرقمية وعمل شؤون الطلبة في الجامعة العربية الأمريكية المشاركة معنا في بيت للكل هذا المساء شكرا جزيلا مشاهدين إلى فاصل قصير ونستكمل حلقة هذا المساء من بيت للكل تفضلوا بالبقاء ومشاهدين بدون سلام لا يستطيع العالم أن يتنفس هذا السلام له الأبعاد الإنسانية والأخلاقية ونحن نحكي ونتحدث في هذا اليوم عن العالم والإنسانية بشكل عام لكن هناك مهددات للسلام فاسمحونا أن نرحب بالخبير بالشؤون الدولية في الإهرام المصرية الأستاذ أحمد سيد أحمد أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا أهلا بك وأهلا بك أشافك وأهلا بك دكتورة لنا أستاذ أحمد الآن في ظل المهددات اللي عم بتهدد السلام العالمي في العالم حروب ونزاعات عم نشوف أشكال لها حتى مختلفة وليست حروب تقليدية ما هي فرص السلام في العالم في ضمن هذه التهديدات؟ في الواقع أن العالم بيعيش فترة غير مسبوقة حقيقتها وحالا من غياب السلام في العالم وهذا الغياب بيرجع إلى عوامل كثيرة أبرزها طبعا حالة الاستقطاب الدولي بين القوى الكبرى هناك حالا ما نسميه دائما في العلاقات الدولية بعسكرة العلاقات الدولية خاصة من الجانب الأمريكي يعني الحرب الروسية الأوكرانية هي نتاج أو مظهر لهذه العسكرة الدولية هناك صراع بين القوى الكبرى على النظام الدولي أمريكا تريد الهيمنة والانفراب والحفاظ على الحديث القطبية التي سادت منذ أكثر من ثلاثة عقود هناك دول تهدد هذه الهيمنة الصين وروسي أمريكا تتعامل معها في استراتيجية استنزاف هي تحجم الصعود والصين والروسي استنسخت أو أشعالت حرب أوكرانيا لاستنزاف روسيا تحاول الآن إشعال جابهة آسيا من خلال طيوان لاستنزاف الصين وبالتالي هذا الصراع الكبير الذي يكشف لنا حجم أو غياب السلام في العالم لأن الدول الكبرى لم تتوافق هذه الدول هي صاحبة الفيتو في مجلس الأمن الدول يعني أعطيت الفيتو بعد الحرب العالمية الثانية في مجلس الأمن كجهة مناطبها حفظ الأمن والسلم الدوليين كان الفكرة الأساسية أن هذه الدول المنتصرة في الحرب ستجتمع وسستتعاون في الحفاظ على السلم الدول منع كارثة أخرى مثل الحرب العالمية الثانية التي أودت بما يقارب خمسين مليون بناء آدم في العالم وكانت هناك بسمى ويلات الحروب وكان الهدف هو إنشاء مجلس الأمن والأمم المتحدة لكي يحل السلام في العالم النقطة الثانية الآن أن هناك الحروب للوكالة هناك تصاعد الإرهاب هناك ما يسمى الفكر المليشياوي لأن غياب الدولة الوطنية وتصاعد الفكر المليشياوية هو أجل الصراعات في العالم الآن نشهد حروب أهلية في الدول هذه الحروب حروب مفتوحة لا نهاية له يعني حروب داخل الدول حروب متكافأة بين مليشيات حروب تغزيها أطراف خارجية أجندات لهذا الطرف أوزاك ولذلك وجدنا استمرار هذه الحروب بلا حسم لا سياسي ولا حسم عسكري والنتيجة دائما زيارة عدد اللاجئين والمهجرين تدمير دول ومناطق الحروب الآن والأخطر أنها تجرى داخل المدن حروب المدن هذه المليشيات ليس لها قواعد حتى احترام قواعد الحرب يعني عندما تستهدف المدنيين وتستهدف النساء وتستهدف المنسيات المنانية وبالتالي العالم بيشهد حالة غير مسبوقة من غياب السلام وانتشار الصراع الدولي غياب العدالة والقانون الدولي يعني ما قواعده لم تطبق نهائيا القانون الدولي مغير بمعنى أن النظام الدولي القانوني المتمثل في الأول المتحدة ومجلس الآن هو معطل ومستبعد لماذا؟ لأن الإسلام الفيتو الخلل في صنع القرار الدول يعني كل حرب أو أزمة مرتبطة بالدول الكبرى سواء بشكل مباشر متورطة فيها أو لديها علاقات مع أطراف المزاع تستخدم الفيتو لمنع تدخل مجلس الأمن الدول على سبيل المثال حرب روسيا أوكراني لما استطع مجلس الأمن تدخل لهذه الحرب سبب للبيتو الروسي والبيتو الأمريكي والبيتو الصيني لأنهم مرتبطين بشكل مباشر حرب غزة على سبيل المثال فشل مجلس الأمن في وقف هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني بسبب البيتو الأمريكي طيب دكتور يعني دون مقاطعة وكأن العالم يعني يريد أن يبقى الصراع يعني نحن نشاهد الصراع بين يعني دول يعني كثيرة وبعدها وسراعات كثيرة داخلية داخل الدول بين الدولة ونفسها زي ما حضرتك قلت ميليشيات من داخل الدولة وده فتيل شغال لا ينطفق يعني لا تنطفق النار فيه أبدا طيب خليني أرجع برضو وبما أن احنا اليوم في استوديو القاهرة هنا بصحبة لانا العزيزة شكرا خلينا نتكلم عن لأول مرة في التاريخ يا لانا تشهد الدولة المصرية صراعات وتحديات كثيرة على كافة الحدود المصرية وملتهبة بشكل أو بآخر يعني كيف ترى ده؟ بالطبع أول مرة في التاريخ بالشكل غير مسبوك يعني يكون هناك صراع متزامن يعني كانت دائما تساءت يعني تشتع الجبهة وبكرة الجبهات الساكنة الآن هناك الجبهة الغربية في ليبيا هناك الجبهة الشرقية في غزة هناك البحر الأحمر وتوترات وتهديد الملاحة الدولية ثم في الجنوب للأسف السودان الشقيق أزمة مفتوحة يعني مرت عامها وفي عامها الثاني ثم هناك جنوب الجنوب مشكلة السد الإسيوبي ثم هناك توطرات القرن للإفريق كل هزيفة وقته متزامن تواجه الدولة المصرية خلاف الأزمات العالمية اللي بتؤثر على كل دولنا العربية طبع الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على كل عالم اقتصادياً وأثرت بيو سياسياً الحروب في العالم لأن العالم الآن أصبح قرية واحدة أي حرب في منطقة أو صراع بيؤثر على بقية العالم حرب روسية وأوكرانية أثرت على كل الدوم لكن الأول مرة الدولة المصرية حقيقةً تواجه كل هذه التحديات ونعود دائماً إلى فكرة أو فلسفة الدولة المصرية التي كان دائماً الرئيس السيسي يؤكد عليه فكرة الدولة الوطنية لأن ما جرى هو إضعاف هذه الدولة الوطنية إضعاف المؤسسات الشرعية الآن نجد ميليشيات متصارعة يعني سواء في ليبيا سواء في السودان سواء في مناطق أخرى هذه الكارسة لأن هذه الميليشيات ليس لها أجندات خارجية يتم تغذيتها من الخارج ليس لها قواعد تحكم وكل ما هي مصلحتها الدولة الوطنية غير الدولة الوطنية هو مؤثرة وهذه المشكلة الحقيقية لأنها سرعات مفتوحة بلا حسب يعني يستمر سنوات سنوات بينما التدمير والنعكسات السلبية مستمر ولذلك الدولة المصرية على كل الجرهات يتسعى إلى حفاظ الأمن القومي التعامل من خلال المنظور أو المسمى المقاربة المصرية تتمثل في تسوية هذه الأزمات بشكل سلمي بشكل توافقي بالحفاظ على فكر الدولة الوطنية وحدة وسادة ليبيا وحدة وسادة السودان دعم الدولة السودانية الوطنية دعم المؤسسات الشرعية سواء في ليبيا أو في السودان في كل مناطق الدولة العربية وبالتالي هناك فترة غير مسبوقة حقيقة والمشكلة والخطورة أن هذه الليها تدعيات كثيرة سواء في التعادة الاقتصادية تفاقم التحديات الاقتصادية هناك أيضا قضية اللاجئين والمهاجرين والذين طبعا مصر تعامل معهم قضيوف هناك أكثر من تسعة مليون يعني ضيف في مصر مصر دائما تقف مع الأشقاء وقت الأزمات وسواء في ليبيا أو في السودان أو في سوريا أو في غيرها وهذا جزء من المسئولية الحضرية الإنسانية المصرية يعني في الوقت الغرب الغربية التي تتشدد بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنة العالمية يتعاملون مع اللاجئين كأنهم مجرومين كأنهم مزنبين يطلقون عليهم النار على الحدود يدعون Dry Ochie يتعاملون كأنهم مزنبين بينما هم ضحايا للحروب التي أجاجها الغرب بينما مصر تقدم والتي وافق عليها الغرب والتي ساعد عليها الغرب وساعد عليها الغرب بينما مصر والتي أذن بها الغرب مصر لم تقوم مخيم واحد يتعاملنا كضيوف يتعاملنا بكل حقوق المصريين يعني رأينا في حرب غزة عندما مصر قدمت محارة طريق للإنسانية صدرت محكمة العدل الدولية قرارات تدين إسرائيل أو تطالبها باتخاذ إجراءات لمانع جرائم المدى الجماعية ماذا فعل الغرب عاقب المحكمة وقطع التمويل على الأنروا هذا يعني سيس الإنسانية وقطع التمويل على المنظمة تقدم الأكل والطعام لها الفلسطينيين والتشغيل بينما مصر قدمت المساعدات الإنسانية وقلت للعالم أن هذا جزء من المساعدات الأخلاقية والتاريخية اللي جانب طبعا دعمها للشعب الفلسطيني المتواصل هو أنه كان الأزدوجاء الغربي أنا فيعتقادي الفكرة الأساسية أن غياب السلام في العالم هو نتاج الأزدوجية المعايير الغربي الغرب يشعر الصراع وأمريكا لأسباب اقتصادية وستراتيجية أسباب اقتصادية في تنشيط مبيعات الأسلح فكرة عسكرة العلاقات الدولية يعني استخدام ما يسمى الفزعات سواء في العالم فزع الروسية الروسوفوبيا لتخوف أوروبا حتى يضغط على الأوروبيين وسباق التسلح في هذا الموضوع بين المعسكر الغربي والشرقي كيف يتنافسوا في سباق للتسلح وكل هذا ضد السلام دكتور بدنا نتوقف الدولة المصرية تحملت الكثير ولدينا في الأردن الدولة الأردنية تحملت ما لم تتصور على كافة المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية تحدثت عن الحدود المصرية الملتهبة من كل النواحي ولدينا في الأردن هناك أيضا تهديدات نتيجة الموقع الجيو السياسي وبالتالي الدولة الأردنية كتب عليها إنها تستقبل اللجوء منذ تأسيسها سيد الكريم الآن مصر والأردن كان لهاتين الدولتين أكثر دولتين تحملت نتائج حرب غزة وأكثر دولتين تحملت الالتهاب في المنطقة وأكثر دولتين قدمت نموذج للتكافل والتضامن العربي ما هي الفرص المتاحة أمام الأردن ومصر لدعم السلام الآن؟ أولا مصر والأردن هي تمثل طيار السلام طيار الاعتدال الوسطية الاستقرار عن انحياز القانون الدولي احترام سيدة الدول عدم تدخل في شؤون الآخرين للأسف جزء من غير السلام في المنطقة الشرق الأوسط هو هناك طيار التطرف الذي يقود المنطقة ويختطفها إلى مربع السرع والحروب هذا الطيار متطرف على رأسي بالطبع اليمين المتطرف الذي يحكم إسرائيل الآن الذي ديه مشروعات وامتلمزة كهانة إشعال الحرايا كما حدث في غزة في الضفة في القدس في المسجد الأقصى هم يريدون مخطط لإشعال الحرايا سواء في لبنان أو غيرها هناك أيضا البلشات في المنطقة كل هذا الطيار والأجندات الإقليمية تسعى إلى خطف المنطقة لمربع السرع مصر ده فلسفة تقول أن في السرع كل خاسر هي تعطي الأجيال من التعليم تدمر مدن يعني إنتيجة الحروب السرع ماذا؟ هذا المنشد من المنطقة العربية أكبر منطقة في العالم مصدرة للاجئين والمهاجرين أكبر منطقة في مصدرة أو يعني فيها حركات إرهابية وإرهاب في هذه المنطقة بينما السلام أقل تكلفة بالعكس وأكثر ربحية عندما يكون هناك تعاون واستقرار في الحفاظ على التعاون بين الدول والمناطق ولذلك مصر دائما بتسير في مصرين ومعها الأردن أيضا مصر التنموي في الدعم والتنمية وتحقيق التنمية الأقصدية مع إلى جانب مصر مجال التحديات سواء الإرهاب أو هذه الصراعات المشتعلة في المنطقة الآن المصر والأردن تحملتها الكثير هناك الآن صراع هناك من يريد جر المنطقة إلى هذا المربع شعال الحرافة لخدمة أجندات طائفية أجندات دينية أجندات أيدولوجية مزعومة وهمية هناك من يريد تفتيت الدول العربية ويبقى هذه المنطقة دائما محل الصراعات يعني في الوقت الذي فيه العالم يسكت ويهدأ بينما المنطقة تشتاعد ومنذ العشرية السوداء منذ ما يسمى الربيع العرب وحتى الآن المنطقة لم تشهد لحظة واحدة من الهدوء نجد حروب حرافة في كل مكان هناك أزمات مفتوحة حروب أهلية تدخلات خارجية ثم يأتي هذا الميل المتطرف منذ وصل للسلطة في إسرائيل ويريد إشعال المنطقة وبالتالي هنا مصر والأردن عليه يعني عبق وتحدي كبير أولا في الدفاع عن القضية الفلسطيني ودعم الشعب الفلسطيني وتأكيد سوابته وإجهاض مخططات إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية سواء بتهجير الفلسطينيين من غزة لمصر أو بتهجير سكن الضفة الغربية إلى الأردن مصر والأردن قدمت أكبر دعم إنساني للفلسطينيين هناك تحرك على المصاري الدولي في دعم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفي هذا الموضوع مشاهدينا سنتهب إلى العراق الشقيق التي نتمنى دائما لها الخير والسلام زميل أحمد شكري من العراق تحية طيبة مشاهدينا الكرام مرة أخرى وتحية لزملاء لإكمال باقي فقرات برنامجنا العربي بيت للكل هذه المرة من العراق ونتحدث عن يوم السلام العالمي ضيفي في هذا الحوار الخاص من العراق لبرنامجنا العربي بيت للكل هو الفنان والأكاديمي الدكتور حسين علي هارف ضيف عزيز في برنامجنا العربي بيت للكل مساء الخير دكتور ومنورنا مساء الخير والسلام عليكم على كافة المشاهدين وعلينا أن نفخر بأن السلام هو تحييتنا تحية ديننا السلام عليكم دكتور بهذه التحية الكبيرة تحية الإسلام السلام على كل شخص وعلى كل إنسان وعلى كل بلد وعلى كل دولة رؤية الفنان والأكاديمي الدكتور حسين علي هارف لعنوان السلام الحقيقة الآن بألمة أقولها علينا أن نعترف أن السلام العالمي والسلم العالمي مهدد يعني الآن المناطق عديدة بالعالم تشهد نزاعات حتى في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا وتدخلات الدول الإقليمية في المنطقة العربية في أفريقيا بلدان تشهد نزاعات داخلية قسم نتيجة الانقسامات وبسبب غياب الهوية الوطنية وتسيد الهويات الفرعية هذه مشكلة من مشكلات مجتمعاتنا لما تتعدد الهويات الفرعية الدينية والمذهبية والعشارية والقبلية تبدأ الهوية الوطنية تدوب وتولد نزاعات داخلية وتدخلات القوى الخارجية تغذيها فتولد نزاعات أخطر منها الحقيقة الآن يعني يفترض أنه المنظمات الدولية الأمم المتحدة ومجلس الأمين والمنظمات الكثيرة أخرى أن نقوم بدورها في صنع السلام الآن مهمة هذه الدول والدول ذات النفوذ الكبير أن تتدخل لنزع فتيل الحروب القائمة الآن والنزاعات القائمة للأسف البعض يرى أنها قد تنذر بنشوب حرب عالمية ثالثة إذن ناقوص خطر بالنسبة لي؟ نعم لأن الموطيات الآن في المنطقة تكاث تتشابه مع معطيات صبقة الحرب العالمية الثانية أو الأولى يعني الحرب العالمية لا تقام فجأة بدون مقدمات عادة ما تقوم وتنشئ من نزاع بين دولتين تتفاق من الأوضاع تدخلات الدول الجوار ودول إقليمية وتتكون المحاور لتنشفها نأمل أن لا يكون هذا بطبيعة الحال يعني العالم يجب أن يتفادى دكتور بهذا الخصوص أنت اليوم تستشعر بناقوص خطر بالنسبة لمجريات أحداث مرئية للعيان في كل بلدان العالم ومفقط الوطن العربي نتحدث اليوم عن دور الإعلام المثقف الفنان هل هناك دور خاص في قضية تقنين هذا الخطر بالنسبة لبلدان العربية ومهدور الإعلام بشكل عام يعني أنا شخصيا أشعر أنه إحنا كمثقفين وعندما أقول نحن يعني لا أخصى المثقف في العراق المثقفين في كل العالم وهمهم الفنانين مسؤولون عن كل نزاع حدث يعني كنا سبب في حدودنا لأن لو كنا نمتلك التأثير المجتمعي تأثيرنا كقوى ناعمة أن نهيئ الأرضية في السلم المجتمعي والتعايش السلمي لو كان كل طبقة مثقفة في بلدها تقوم بهذا الدور كنا تفاجينا كثير من النزاعات القائمة يعني هاي منوجة نظرية يعني أنا أحاسب أنفسنا أحاسب أنفسنا ألوم نفسي فالآن إحنا قلنا صنع السلام مسؤولية منظمات دولية المرحلة الثانية حفظ السلام حفظ السلام أنه بعد أن نعمل على إيقاف أي نزاع أو عرب لازم أن نتخذ إجراءات من شأن أن لا يعود هذا النزاع مجددا لأن من السهولة أن يعود مجرد لأن هذه الطبقات السياسية في العالم حقيقة خاصة متطرفة منها تعيش على النزاعات والحروب وكينونتها وعلى رجال الحرب ولذلك يمكن دكتور مفردة السلام أو هذه الكلمة الكبيرة اللي بها معاني عميقة حقيقة تكون بالضد الدول التي تبحث عن الدم والقتل والترويع تكون مرعبة بالنسبة لهم والدليل ما يحدث اليوم في فلسطين في فلسطين وفي كثير من الدول العدو الصهيون الإسرائيلي يرفض رفضا يعني قاطعا بوجود السلام بينه وبين الفلسطين يسترد إلى فكر عنصري إلى فكر متزمت إلى فكر متعالي يقصي الآخر وهذه مشكلة القبول بالآخر يعني هذا أيضا ثقافة مناهجنا الدراسية خاصة في المنطقة العربية وفي كثير من الدول تفتقر إلى تعزيز فكرة القبول بالآخر التعايش مع الآخر المختلف أقصد يعني المختلف عنك دينيا مختلف عنك مذهبيا مختلف عنك سياسيا مختلف عنك عشاريا في كل هذا نرجع إلى دورنا أنا أرجع أول أن الإعلام وسائل الإعلام الحكومية منها وغير حكومية والفنانين والمثقفين أدباش وعراء اللي أنا سميهم الطبق النائم يجب أن يعززوا فكرة بناء السلام نحن نحتاج على الأقل على الأقل لنتفادى نزاعات مستقبلية في العقد القادم أو اللي بعده يعني شوف مسؤوليتنا مستقبلية مسؤوليتنا تاريخية كيف من خلال نتاجاتنا نحن من خلال الشعر والرواية والسينما والمسرح وكل الفنون الإبداعية نهذب من طباع مجتمعاتنا ونعزز ونرسخ وهذا ما مترسيخ فكرة السلام كثقافة كسلوك أنت من تعزز فكرة السلام داخل مجتمعك بالنتيجة راح تبني مجتمع يؤمن بفكرة السلام بالنتيجة ما راح ينتج لك هذا أفراد متطرفين أوعدهم غلوب أوعدهم تهور عندما يقودون وتكون مقاليد الحكم بديهم راح يدخلون هذا البلد في نزاع مع دولة مجاورة أو دولة بعيدة هذا القصد يعني الآن الأشخاص الذين يقودون العالم هذا هم نتاج مجتمعهم نتاج مدارسهم نتاج فكرهم فأنا أقصد دائما أنه رجال التربية ورجال الثقافة يجب دائما بالعبر المناهج عبر البرامج عبر الندوات منظمات المجتمع المدني في كل العالم الآن نحن دول اللي أيضا صرنا رواد في هذا المجتمع دكتور حديث حضرتك خلاني أستوقف بقضايا جدا مهمة تحدثت بعيدا قبل ما ندخل بمنظمات المجتمع المدني وهذه الأمور الموجودة في كل البلدان تحدثت عن ثيمة وجود أرضية حقيقية لعمل مسرح طفل في مدارسنا سينما مسرح وخاطبة الآخر اليوم نجتمع كبلدان في الفن وفي الثقافة وفي الرياضة والآخر يتقبل المختلف أينما تواجد وانا اختلفنا سياسيا نجتمع ثقافيا وفكريا وفنيا على مستوى كل بلدان العالم اليوم هناك قصور في قضية تصدير هذه الأفلام التي تخص السلام المحبة الإنسانية اللي موجودة في كل بلدان العالم وأيضا تجربتنا العراقية اللي قدمت تضحيات كبيرة بالفعل يعني ما ذكرت لحضرتك السياسة تغذي الخلاف للأسف طبعا وداما تدفع أنا أحدث عن في العالم بالمجمل يعني داما تدفع في مغامرات كبيرة توصل بعضها إلى حروب صغيرة أو كبيرة ولهذا هم لا يؤمنون بمشروع ثقافي يعني السياسيون الحقيقيون اللي هم رجال الدولة المفهوم مو رجال سياسية من يؤمنون بوجود مشروع ثقافي يجنبهم الدخول في نزاعات داخلية في بلدانهم أو مع الخارج مع الآخر خارج البلد هذا المشروع الثقافي إحنا ما سؤالين عنه يعني ما ذكرت حضرتك أنا دائما أقول أنه الفن بالذات والرياضة مثل ما شفت الآن التجمعات الرياضية بطولة كأس العالم مش قد استقطبت ناس عندما أجوا في قطر استضافت كأس العالم كل مواطنين من كل العالم أجوا بمحبة وطلعوا على الثقافة العربية وعلى المجتمع العربي وثقافته شي جميل يعني كأس العالم كأس أمم أوروبا كأس الآن بطولة آسيا وغيرها حتى في البصرة من جذع النخلة احتضن كل العرب من خلال نعم ملعاب من النخلة إذن الرياضة غلفة لغة سلام إذن المشروع السياسي الحقيقي الذي يريد أن فعلا ينتج دولة حقيقية يجب أن يؤمن بمشروع ثقافي ويجب أن يوكل للرجال هذا المشروع اللي هم الملثقفين وإيضا طبعا جزء من الرياضة يعني دائما أقول من الرياضة لغة سلام لغة تواصل جسر لتواصل الشعوب عندما يعني الآن مثلا حتى الرياضة في بعض البطولات مثلا تستبعد الدولة الفنانية لموقف سياسي كما استبعدت روسيا بالضبط من بطولة أمم أوروبا يعني شوف هنا خطأ لأن الرياضة يجب أن تتجاوز الخلافات السياسية لأنها تجمع حقيقة هي لا تفرق السياسة تفرق لكن يجب أن نلجأ دائما إلى المشروع الثقافة الفن الرياضة لأنها هي التي تجمع هي المسؤولة عن إشاعة فعلا مبدأ السلام العالمي دكتور متى يشعر الإنسان بالسلام الداخلي عندما يشعر بالمواطنة يعني الآن مبدأ المواطنة للأسف دي غيب عن بال المناهج الدراسية وعن بال النظم التربوي أنا أتحدث خاصة مجتمعاتنا مبدأ المواطنة ربما ترسخ ومستقر في دول عديدة مبدأ المواطنة المبني على معادلة تكافؤ بين الحقوق والواجبات بمعنى أن المواطن هو ينتمي شعورا لهذا البلد أكيد هو يحب هذا الوطن لكن عندما المواطن عندما تختل معادلة أنه هو وعليه واجبات اتجاه الوطن لكن له حقوق عندما تغيض هذه الحقوق تختل المعادلة تختل فكرة الوطنية لديه يعني رغم حبة للوطن قد يكون مو حريص يكون على المال العامة أو ما عند استعداد للدفاع عن بلد إذا ما دعر للمخاطر فأنا أعتقد أن المواطن خاصة في بلدان العربية سيشعر بهذا الصفاء عندما يشعر بأنه هو أخذ حقوقه كمواطن وعليه سيكون مندفعا وملتزما بأداء واجبات اتجاه مجتمعا واتجاه وطنه دكتور في ختام هذا الحوار الجميل من برنامجنا ونحن نطل من خلال الشاشات العربية كان على صعيد قناة العراقية المصرية الأردنية والفلسطينية ماذا تحب أن تقول في هذا اليوم من كلمة تعبر فيها عن السلام أعتقد إحنا مجتمعاتنا وشعوبنا أحوج ما تكون إلى السلام لأنها عانت الكثير يعني أجيال كثيرة منهم الجيل الإمالية عانينا كثيرة من سرعات وحروب والطفولة يعني الطفولة أكثر الشراح الاجتماعية تضررا في النزاعات ونشوف أطفال غزة هم ما يعانوا أنا أعتقد أنه يجب أن نركن إلى العقل إلى منطق العقل أدعو السياسيين إلى الركون إلى منطق العقل وتغليب مصالح شعوبهم وأدعو الفنانين والمثقفين أيضا إلى يعني رفع إدامة الزخم باتجاه إشاعة فكرة السلام وقبول الآخر والاحتكام إلى العقل وإلى المنطق ونبذ ثقافة العنف والكراهية اللي للأسف للأسف اتغذيها كثير من المؤسسات السياسية بل والدينية يعني ونشهد أنه خطابات أنا أتحدث بشكل عام مؤسسات دينية كثيرة لا زالت تراهن وتعول على خطاب يدعو إلى العنف وخطابات متطرفة تدخل المجتمعات في نزاعات أهلية تدخلها في دوامة حروب فأني أدعو يعني رجال السياسة ورجال الدين إلى أن يكونون أكثر قربا إلى فكرة السلام وأن يستعينون بمشروع ثقافي لأن الثقافة كما قلنا هي الحل في أنه نخلي العالم ندفع باتجاه السلام ونبعد عن منطق الحرب اللي بدأ شبحها يترى إلينا للأسف إن شاء الله الفنان والأكاديمي الدكتور حسين علي هارف نورتنا في بيت للكل تمنياتنا لك بالسلام الدائم إن شاء الله شكرا لك وتحياتي والسلام عليكم شكرا لكتور إذن زملائي كان هذا المحور من العراق ونحن نتحدث عن السلام لإكمال باقي فقرات برنامجنا العربي بيت للكل لكن بعد الفاصل يمكن عايزة كده نقطة ونحن نتحدث مع حضرتك دكتور سيد ولانا وجود الحقيقة مصر والأردن إحنا كتير بنروح الأردن ولانا بتيجي كتير مصر وبنشوف قد إيه الضيوف اللي إحنا بنسميهم ضيوف عالمنا العربي أخواتنا وأهلنا من المناطق المنكوبة اللي فيها مشاكل كتير بنروح الأردن فبنلمس أخواتنا الفلسطينيين بنلمس أخواتنا السوريين لانا بتيجي مصر بتلمس نفس المشكلة يعني أهلينا سواء من سوريا أو من فلسطين وكمان إحنا عندنا هنا السودان المشكلة الحقيقة كبيرة جدا مصر والأردن بيتعاملوا مع الإخوة والأشقاء كأنهم أصحاب بلد يعني بنقف معاهم دخلوا بيوتنا بيشتغلوا إيدهم في إيد سواء الأردنيين أو في إيد المصريين جزء من المكون عايزة أنقل المشهد معيك اللي أنا ومع دكتور سيد برضو يطلعنا لما شفنا المناظرة الأخيرة ما بين المرشحين الأمريكيين ترامب وكاميلا هارس والحقيقة الاتنين بيتكلموا عن المهاجرين وبيتكلموا كمان عن اللي بيجي لبلدهم وإزاي هما متضررين وإزاي هما شايفين إن هما بيغيروا التركيبة الأمريكية السكانية وإزاي هما عايزين كل واحد عايز في هذا الملف يصدر قوانين وهما أصحاب المشاكل وإحنا هنا في مصر وفي الأردن نستقبل مش عايزة أقول لاجئين نستقبل الضيوف اللي عندهم مشاكل ونتحمل الكثير من الأزمات الإقصادية والاجتماعية فالحقيقة العالم لم يعد به توازن بأي شكل من الأشكال أولا الغرب سقط في اختبار غزة واختبار الأزمات العربية مجال حقوق الإنسان في كل المعايير وما كنا تشدق به من شعارات حقوق الإنسان والمهاجرين والتعايش كلها كانت شعارات ظهيرها الرحمة لكن في بطنها العذاب استخدمت كأدواء للتدخل الأمر الثاني عندما نقارن بين التعامل الغربي مع المهاجرين يتعامل معهم كمجرمين عندما يصفهم المرشح الأمريكي ويقول أنهم يأكلون القطط والكلاب أنهم مجرمين أنهم يعني بكل أصاب عندما نجد في أوروبا في بولندا والمجر يدعون في شاحنات ويموت في هذه الشاحنات ويتلقون عليهم النيران ويستخدمهم ويستخدمهم اليمين المتطرف كاااا الاعتبارات السياسية في المنافسة السياسية بينما هؤلاء هم ضحايا هم ضحايا الحروب وضحايا التصحر وضحايا غياب التنمية في المقابل مصر والأردن تقدم نموذج حضاري بيعكس أن الشرق أكثر تسامحا من الغرب الغرب كان يتهم الشرق بالتعصب لكن الشرق هو أكثر تسامح هذا بيرجع إلى يسمى فكرة المنظوم منظور الحضاري مصر والأردن دولة قديمة مصر دربة في التاريخ دولة حضارية في تاريخها كله كانت تستقبل دائما الوافدين إلى مصر تتعامل معهم كأنهم يعني مقيمين في مصر ويحصل انسهار وتفاع والحضاري ودائما يعني في إطار أسراء التنوع لكن الغرب لم يأسبح متعصبا لم يعد يقبل بالمهاجرين عندما جاء أحد المرشحين ترامب وحذر دخول المسلمين إلى دول إسلامية إلى أمريكا ماذا يعني هذا عندما الآن يطلقون عليهم النيران في أوروبا ويستخدمونهم ماذا هذا بيعني نقود أن تظل المصر والأردن هو النموذج الحضاري حقيقة حكي دكتور يعني أنا بدي بس أعلق على هاي النقطة على فكرة يعني فعلا سقطت الدول الغربية في أزمة غزة وبالتالي هاي الشعارات الكاذبة والأنوار الكاذبة اللي إحنا أحيانا نقول الدول الغربية المتقدمة التي تحترم الديمقراطية والليبرالية هي أنوار كاذبة أوروبا والدول الغربية عبارة هي شعارات وأنوار كاذبة وبالتالي نعود بأنه المنطقة ومن الإسلام جاء السلام والدعوة إلى السلام وليس غريب علينا الآن الحروب تغيرت وأنت متخصص في العلاقات الدولية الآن يعني الحروب صارت مثلا بروكسي وور بالوكالة صارت مثلا اللي هي السايبر وور اللي عملنا إحنا منشاهد كيف الهجمات السبرانية واختراق الأمن وما إلى ذلك أشكال الحروب الآن لم تعد حروب تقليدية على الأرض وجيوش ودبابات في ظل هذا التطور التكنولوجي والتطور للسبراني وما إلى ذلك من تطورات تكنولوجية أخذ العالم إلى منحة آخر ومخاطر أخرى قد تؤدي إلى إعدام السلام الآن من يمتلك المعرفة يمتلك القوة كيف لنا كدول عربية أن نستثمر المعرفة والعلم في سبيل مواجهة تلك الأخطار من الحروب اللي أخذت شكل آخر أولا بالطبع بالفعل زي ما أنت أشرطي الحروب أخذت أشكال متغيرة أكثر ضمارا لأنها حروب داخل المدن والضحايا من الأبرياء والمدنيين يعني لم تعود الحروب بين الدول الحروب التقليدية هي السائدة تقريبا عشرة في المية من الحروب في العالم هي بين الدول روسيا وأوكرانيا وباما أزربيجان وأرمينيا وهكذا لكن تسعين في المية من الحروب هي حروب أهلية داخل الدول سواء في إفريقيا في الشرق الأوسط والنتيجة كوارث يعني ليس فقط الضمار الكامل للمدن ليس فقط المهاجرين واللاجئين ولو إلى خارج هذه الدول أو داخلها ليس فقط غياب التنمية وحرمان أجيال كاملة من التعليم وهذا الضمار وفرصة الفرصة البائعة ولكن الخطورة أن ثقافة القراهية المنتشرة يعني الغرب الآن يغزي ثقافة القراهية اليمين المتطرف التعصم لأن الحرب هي آخر مرحلة في الصراع الصراع موجود طول التاريخ موجود الصراع ولكن فكرة إدارة هذا الصراع العالم طور وسائل لإدارة الصراع لوهم المتحدة مجلس الأمن ودخول الدول الكبرى على خط الأمر هو من أشعل الصراعات في الحروب العالم والشرق الأوسط هو أحد المناطق التي شهدت أكثر صراعات في العالم على أقل في السنوات أو العشرين عاما الماضي وتعاني من هذه المنطقة وسط هذا هنا دائما يأتي فكرة التعامل مع هذه الصراعات سواء دول العربية المطلوب منها تقوية الدولة الوطنية تقوية المناعة الداخلية تقوية فكرة ثقافة التكنولوجيا وامتلاك القوة وامتلاك كل أدوات العلم في التعامل دعم ما يسمى الوعي الداخلي لأن المناعة الداخلية تتمنع كثير من الصراعات هي السلاح الآن هي السلاح الآن الغار باللعب على حروب الجيل ما تتعني الجيل الرابع والخامس اللي بيسمع عنها والبعض يعني قد لا يكون أنها يعني ليصدقها الحروب الآن هذه الدول الكبرى والمؤامرات لا تشترك بشكل مباشر مثل الاستعمار يغزو دول ولكنها يغزوها ثقافية ينشر الشائعات تحت مفاهيم الإصلاح السياسي والبمقراطية وعن طرق كثيرة منصات سوشال ميديا يعني يقدر يدخل في كل حاجة أنا عايزة بس وإحنا بنتكلم يعني فجأة كده حسيت إحنا موجودين في ستوديو الحلقة عدها فريقنا الكبير في بيت للكل لنتكلم عن اليوم العالمي للسلام طب هذا اليوم العالمي الأممي من مؤنظمة الأمم المتحدة أعتقد هل طبيعي أنهم يحتفلوا به يعني أخرج أنا في هذه الدول والأنظمة بتاعتها التي لا تقرر السلام أبدا في العالم ولا تحافظ عليه ربما الشعوب تكون خارج لأنه كثير من الشعوب في دول الغربية وفي أمريكا كانت ضد هذه الأنظمة يعني أنا فعطة القاضي شعوبنا احنا بقى العربية اللي هي تدرك معنى السلام تحاول وحتلاقي أن الشعوب يعني متوأمة جدا مع أنظمتها العربية لأنه ما عند لاش يعني هذا الشكل الغريب نحن نحتفل باليوم العالمي للسلام ولا يوجد سلام بالفعل يعني إذا طلقنا على هذا اليوم نقول أنه السلام المفقود يعني تحاول يوم العالمي يعني ممكن نسميه يوم الأزمات العالمي أو يوم السلام المفقود أو السلام المفقود لأنه نحن بنبحث عن هذا السلام السلام نحتفل به وهو غير موجود نحتفل بشيء غير موجود السلام غائل بالفعل عن العالم لأن البديل ماذا حروب صراعات ثقافة القراهية صدام الحضرات لأن السلام يقوم على فكرة هو كفكرة بالأساس فكرة التعايش وإدارة الاختلافات يعني البشرية بحق بالكون سنة من سنة الكون التنوع ولكن المبدأ الإسلامي والدين هو التنوع سنة والتعارف واجب معنا فكرة التعارف وفكرة التعايش يعني التعايش مع بعض المشكلة فكرة الكل ينفي الآخر كل يقبل الآخر وهذه هي سبب المشكلة عندما يحدث صراع الموارد أو صراع سياسي يتحول إلى حرب ومسلح لا توجد أليات لإدارة هذا الصراع بطريقة سلمية وبالتالي في هذا اليوم السلام يعني علينا أن نقول كيف نستعيد هذا السلام المفكور هذا هو السؤال الأساسي والجوهري نحتفل به منذ عام واحد وتمانين يعني منذ عقود ومع ذلك تحول إلى يوم رمزي لكن الأرض والواقع شيء مختلف تماما أنا في اعتقادي أن أول طريق السلام هو نشر ثقافة التعايش بين الشعوب والتعايش بين الأفراد والتعايش بين الأمم الأمر الثاني تقوية الإصلاح الأمم المتحدة مجلس الأمن لأن هذا مهم لأن مجلس الأمن بعد الحرب العالمية الثانية هي الجهة المناط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين ويعني وعطاها صلاحيات الفصل السابع لكن مجلس الأمن عطل بسبب الخلل في النظام الدولي الآن هناك خلل استقطاب عن القوى الكبرى هناك الآن تطرف موجات تطرف يمين متطرف في أوروبا ناجد جماعات دينية متطرفة يعني التطرف يولد التطرف والعنف يغزي العنف وبالتالي الضحايا هم المدنيون يعني الجماعات المتطرفة أو الأفكار المتطرفة لا تمثل أغلبية الدول العالم أو شعوب العالم هم أقلية ومع ذلك يختطفون العالم يعني الجماعات الدينية أو لمين متطرف يعني كمية مسؤولين من عدد السكين العالم 8 مليار ناسا ما لا يزادون عن ربما 20 أو 10 ملايين يعني ده أقصى تقدير بكل التطرف ومع ذلك هم يختطفون العالم هم يشعرون حروب الثقافات حروب الكراهية حروب نفي الآخر الأسباب العرقية كما نرى الآن في الغرب حتى الغرب الذي كان يروج لهذه القيم الآن هو أشد تعصبا ورأينا هذه الجرائم واستهداف الأقليات المختلفة سواء دينيا أو عرقيا استهداف القاتل كما نرى في أمريكا وأوروبا الاعتداء على المساجد ودور العبادة والمسلمين يعني رأينا في بريطانيا عندما حرس شائعة فقط أن شخص مسلم قتل أو ثلاث أطفال تم حرق كل مساكن والمسلمون اعتداء على متلكهم ماذا يعني هذا؟ النبي التعصب موجود الغرب الذي كان مفترض أنه يقدم نموذك حضاري وجدنا هذا الرد الفعل وبالتالي نحتاج في يوم السلام العالمي إلى استعارة هذا السلام هذا مهمة الشعوب مهمة الدول هناك إصلاح جزر وشامل يعني سؤال بدي إياه بدقيقة واحد الإجابة إذا سماحت في ظل هاي الفوضى وفرص السلام القليلة والبصيص من الأمل اللي موجود عند الشعوب العالم أجمع بالتحديد منطقة الشرق الأوسط على المدى القريب هل سيكون هناك سلام عالمي ولا لا؟ يعني هو سؤال صعب لكن في نهاية المطاف السلام سيظل هو الأبقى والعالم للأسف أم مشروط سيكون؟ السلام المشروط والعالم للأسف دائما يفق بعد أن تحدث الكوارث يعني العالم فاقع للسلام بعد أن دفع السمن في الحرب العالمية الأولى والثانية هل يحتاج العالم مرة أخرى لأن يعني يضحي ويدفع ملايين الأشخاص يموتون حتى يعود مرة أخرى رجده أنا في اعتقادي السلام طالما هناك استقطابة هناك أسراع مصالح بين القوى الكبرى سيظل السلام غائبا ونبحث دائما عن السلام المفقود يعني نتمنى الخير دكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الدولية بالأهرام بشكر حضرتك شكرا جزيلا ونتمنى أن عنوان السلام المفقود يتبدل ونعود إلى السلام الحقيقي أشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا سنظل نحن في بيت للكل إذا كنا في دولنا العربية وبيت للكل أنتم تعرفون بأنه منصة عربية جدا نتحدث باسم الأردن، العراق، فلسطين، مصر ودولنا العربية نبحث أكيد عن السلام كما تبحث شعوبنا العربية عن السلام طول الوقت ولا نرفع إلا شعار السلام هو شعار الدول العربية القوية دمتم في رعاية الله تصبحون على الألف خير